تتواصل العمليات العسكرية ضمن محاور متفرقة من البادية السورية بين قوات الجيش السوري من جانب وتنظيم داعش من جانب آخر حيث تتركز الاشتباكات بين الطرفين في غالب الأحيان ضمن محاور في مثلث حلب حماء الرقة وبشكل أقل في باديتي دير الزور وحمص ويسعى تنظيم داعش إلى المحافظة على نشاطه الكبير هناك من خلال مواصلاته بعملياته المتمثلة بهجمات وكماء وتفجيرات واستهدافات بدوره يحاول الجيش السوري الحد من نشاط التنظيم بمساندة روسية عبر ضربات جوية مكثفة في مفاجأة غير سارة لأردغان وللاقتصاد التركي تنص النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب إقراره وتوقيعه من قبل ترامب والذي تم الكشف عنه على فرض الرئيس الأمريكي عقوبات فورية على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الجوي أس أربعمائة وفقا لما أورده موقع ديفانس نيوز الأمريكي موسيقى